للمرات الثالثة يسعى المجتمع الدولي إلى تمديد الهدنة في اليمن لكن هذه المساعي الحثيثة أخفقت في المرات السابقة وجرى تثبيت الهدنتين الأولى والثانية من طرف واحد هي الشرعية استمرار العمل بالضغط على جماعة الحوث الإنقلابية تراه الشرعية وبعض المهتمين نوعا من التدليل ومحاولة إرضاء الميليشيات خصوصا مع وضع معوقاتها أمام أي نهجين يهدف إلى السلام أكثر من 115 يوما مضت منذ تحققت الهدنة الأولى وجرى تمديدها إلى هدنة ثانية حققت هذه التحركات بعض طموح ميليشيا الحوثي بفتح مطار صنغاء وميناء الحديدة أما في الجانب الآخر لا يزال الوضع في مدينة تعز قائما على ما هو عليه ولم يفل انقلابيون بالتزامات فتح الطرق والمنافذ أو رفع الحصار عن المدينة منذ نحو ثمان سنوات مؤخرا قالت وزارة الخارجية العمانية إن بدر البوسعيدي بحث مع نظيره وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين جهود تمديد الهدنة في اليمن وهي مساعي لا تقتصر فقط على تحويل وقف إطلاق النار النسبي إلى سلام دائم أو تحقيق مكاسب للأطراف في الداخل بقدر ما تتناسب أيضا مع تطلعات الأطراف الإقليمية على حد سواء وفقا لما يره مراقبون أما الحكومة الشرعية فترى أن أحلال السلام لن يتم إلا عبر الخيار العسكري وهو ما أكده رئيس هيئة العمليات في الجيش الوطني اللواء الراكن خالد الأشول وهو ما يستبعده البعض كون الحديث عن عودة القتال يحتاج إلى توحيد الجيش وإعادة هيكلة أجهزته وترتيب صفوفه وتسليحه مجددا تصريحات رئيس هيئة العمليات في الشرعية جاءت بالتزامن مع موقف رفض المجلس الرئاسي رسالة غورندبرغ المتعلقة بالهدنة خاصة وأن بيان المبعوث الأخير أفصح عن رغبة الإلقلابيين حول تحقيق مزيد من الاشتراطات والمصالح ليبرز السؤال هل ستستمر الشرعية ممثلة بالمجلس الرئاسي في التمسك بموقفها الرافض لتمديد الهدنة؟ وقبلها هل ستفضل الخيار العسكري لحسم المعركة وإنهاء الانقلاب؟ أم ستذهب لتقديم التنازلات لصالح ميليشيا الحوثي الانقلابية؟